كنت بتشوفي آسر بيتعذب كده كنت بتشوفي ده وكان بيقولك؟ او وكان بيقولي كنت بتبقي حزينة عليه طبعا زعلانها ما لكن انت في تانية ابتدائي بس انت كنت بتروحي للمدرسة عادي يعني انت يا قوي يا ايا بس كنت بتنزلي مع آسر ولا بتنزلي قبل منه؟ كنت بتشوف اللي بحصل له يعني انه مش نايم وانه في ضرب عليه؟ اه كنت بشوف استاذ وائل ده الطامة الكبرى أثناء التحيات النيابة العلمة ابتزوا ملك الطفلة الصغيرة دي ازاي؟ بأن عرضوا عليها 25 جنيه يعني أنا مش فاهم يعني 25 جنيه بحيس ان هي تغير أقوالها وإن آسر اللي حصل في ده كله عن طريق زميله وعن طريق المدرسة الاصباطر اللي حصلت دي قولي كده يا أملك وخد الخمسة وعشرين جنيه وبتاع ومش هم نجي نحيتك مين اللي قال لك خدي خمسة وعشرين جنيه يا ملك؟ هي تقول بقى القصة دي الواقع دي طانت هي قالتلي في الأول ان هي كانت بتعاملني معاملة حلوة لما آسر روحي المستشف وحصل لكل ده فبدأ التعاملك حلو بقى بدأ التعاملك كويس وقالتلي ان انا كل يوم هتديلك خمسة وعشرين جنيه لو لو رحتي بكرة عند وكيل النعابة وقلت له ان صحاب أخوكي هم اللي ضربوا مش هي ببعد قدلت الشهادة خلت منها خمسة وعشرين جنيه يعني حاجة بدحج بصراحة يعني مش عارف انا الواحد يقول ايه خلت منها خمسة وعشرين جنيه عقابا على انها مقالتش الكلمة لا لا قالت خلاص بقى قالت اللي هي عايزها هي بصت للكمسة وعشرين جنيه اه طفلة يعني اه يعني مش عارف بعد يقول اتكلمه لي بصراحة قاسر خلينا نبص طبعا للمستقبل يعني اللي جاي انت دلوقتي انت بتذاكر كويس احنا خلاص خدت الاجازة اه بس انت قبل يعني بعد ما النيابة سلمتك لمامتك حالك بقى احسن يعني بقيت تذاكر كويس وخلاص ونجحت وكل حاجة